تاريخي بالنسبة للمواطن المصري بالنسبة للشعب المصري يمكن من أول يوم من بداية الأزمة والجائحة اللي احنا بنعاني منها في الدولة المصرية وعلى مستوى العالم كان فيه متابعة من مجلس إدارة النادي الأهل برئاسة كابتن محمود الخطيب لكافة التطورات الخاصة بالقرارات السيادية من القيادة السياسية أو من مجلس رئاسة الوزراء معالي دولة رئيس الوزراء ومعالي دولة وزير الشباب والرياضة اللي تم اتخاذها وكلنا طبعا لمسين وشايفين بنفسنا الجهود اللي اتبذلت لإعادة الروح وإعادة شريان الحياة الرئيسي للمواطن المصري بصفة عامة ولأعضاء الأندية الرياضية على مستوى الأندية يمكن النهاردة احنا في بيتنا رجعنا كلنا البيتنا تاني اللي احنا فعلا ما نقدرش نستغنى عنه من بداية اليوم زي ما حضرتك عارف متابعة من الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي الأهلي تواجد من أول ساعات الصباح الإدارة الطبية شرفنا النهاردة بوجود الدكتور محمد شوقي الرئيس اللجنة الطبية عندنا في النادي الأهلي ومتابعة من منقررين اللي جاني الطبيعي على المستوى الثلاث فروع النهاردة زي ما احنا شفنا إجراءات على أعلى مستوى من الاحترافية لتأمين العضو وتأمين المترددين المترددين على الأماكن النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي داخل النادي الحمد لله كان فيه تفقد من كابتر محمود الخطيب وبصحبته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي ودكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية لكل الإجراءات الاحترازية من بداية الدخول من الخارج مرورا ببوابات التعقيم الإجراءات الداخلية داخل النادي من تعقيم المباني المستمر وأماكن الجلوس التأكد من مسافات التباعد الاجتماعي الموجودة عندنا ويمكن كان فيه برضو تطرق لمنفذ منفذ ويمكن رسالة جميلة من كابتن محمود الخطيب بترسل رسالة اطمئنان لمنظومة كانت أعتقد أنها كانت بتعاني الفترة اللي فاتت من توقف النشاط يمكن بيوت كتيرة جداً كانت بتعاني من توقف ده لأنها مصدر دخل أو مصدر رزق لناس كتير يمكن دي من الحاجات الجميلة جداً رسالة جميلة جداً الكابتن محمود الخطيب كان بيحاول يرسالها النهاردة النهاردة برضو من أهم الأحداث اللي حصلت لنا كان شرفنا بوجود وفد رسمي من ديوان محافظة القاهرة أرسلوا معالي اللواء خالد عبد العالم محافظة القاهرة النهاردة كان عندي نائب السيد المحافظ المهندس إبراهيم صابر ممثلاً عن السيد المحافظ وفي حديث جميل ومحترم قدرنا أن نطرح بعض الأفقار اللي تتماشى مع توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية يمكن كلنا كمواطنين مصريين بنتابع المؤتمرات والإنشاءات والطفرة الإنشائية اللي بيعيشها الشارع المصري والشعب المصري سواء عن طريق الطرق أو عن طريق البنية التحتية على جميع مستوى المحافظات يمكن حخص بالذكر محافظة القاهرة اللي احنا بنتبع لها كان فيه توجهات من القيادة السياسية في آخر المؤتمرات بالنسبة لأن احنا نحافظ على التطور اللي بيحصل أن احنا ما نقزيش بالانتظار الخاطئ في الأماكن بالتكدس في الشوارع نحاول نستفيد من المساحات اللي احنا توفر لنا فطبعاً كان أساس القاعدة النهاردة وقفض المحافظة أن احنا نتطرق ببعض الملفات الهامة جداً اللي تمس الموضوع اشتركوا في القناة